موسيقى نهيت الدراسة في دماشق ثم قررت الذهاب إلى باريس لإكمال الدراسة العليا لماذا باريس؟ هكذا هل شمال أفريقيا؟ مرتبطون ثقافياً؟ مرتبطون بباريس ولا يعتبرون أنهم استكملوا الثقافة والعلم ما لم يمروا من هذه المحطة فذهبت لدراسة الفلسفة أيضاً؟ نعم وعدد في الحقيقة لما يكن أول الذاهبين فاضطرب التونسيون الذين يتخرجون من جامعة دمشق كثير منهم أخذوا هذا الطريق سبقوني إلى باريس هل حتى تتأهلون؟ حتى تكون العودة لتونس عبر عبر فرنسا عبر فرنسا يعني وهي عودة معقولة إذن هو نوع من التأهيل؟ نوع من التأهيل حتى تستطيع أن تندمج في مجتمع متغرب حتى تستطيع أن تندمج وتتخلص من قدر من اغترابك أو غربتك يعني لابد أن تعود أو يحسن بك إذا يحسن بك أن تعود من هذه البوابة كانت تلك سنة حاسمة في فرنسا ورغم أن بعضا من عادوا من هذه البوابة وحصلوا على شهادة الدكتوراه لم تقبلهم الجامعة التونسية مع ذلك لأن خلفيتهم عروبيين خلفيتهم عروبيين لرغم أنهم عادوا من هذه البوابة لكن بقي النظر إلى سوابقهم أنهم أصحاب السوابق عربية إسلامية واحد دكتور مشهور اسمه عبد المولى تخرج كأن أخذ هذا الطريق هو نفسه وتخرج من باريس ولكن لم يقبل في الجامعة التونسية وأخرون على كل حال يعني تصبح حجته قوية في الدفاع عن موقعه إذن هذا هو الأمر تلك كانت سنة طرابات كانت سنة 68 أنا ذهبت في شهر أظن ثمانية وكانت باريس لتوها قد شهدت حداثا كبرى هذه حركة 68 حركة ماي 68 أو الثورة الفرنسية الثانية تستطيع أن تقول ثورة الشباب المتمرد على الرأسمالية والمتمرد على المسيحية والمتمرد على أنماط الحياة والقيم السائدة فأنا ذهبت على إثر هذه الانتفاضة انتفاضة ماي 68 هل كان لك معارف هناك تجأت إليهم؟ قد كثيرون يعني باريس مليئنا بالتونسيين سواء كانوا طلبا أم كانوا عمالا والحقيقة تهيبت كثيرا النزول عندما كانت الطائرة تحلق فوق باريس كنت وضع يدي على قلبي يعني ماذا ماذا ستبقي مني هذه العاصمة يعني ماذا هل سأستطيع أن أحافظ على إيماني؟ هل أستطيع أن نحتفظ بشخصية الإسلامية؟ لا شك أن الضغوط كبيرة نعم على كل حال عاصمتاني في الدنيا تهيبت عندما كانت الطائرة تحلق فوقهما باريس والقاهرة لماذا القاهرة؟ القاهرة عندما عدت إليها بعد ذلك يعني في أظن في 1989 القاهرة هنا ثقل الإسلام وهنا ثقل العروبة هل يستطيع أن يجد الإنسان نفسه في هذه العاصمة التي تلقينا منها فنوننا وآدابنا وإسلامنا وتدلمذنا في هذه على خريجي هذه العاصمة على أساطين هذه العاصمة هل يستطيع أن نجد نفسه في هذه العاصمة ويجد موقعه ومكانته ويستطيع أن يجد سامعا له لكن أظن أن الرهبة كانت مختلفة رهبة باريس غير رهبة القاهرة غير رهبة القاهرة رهبة باريس المحافظة على الوجود لم يكن في باريس جو إسلامي باريس الآن قطعت شوطا كبيرا نحو التعرف والأسلم ولم يكن الأمر كذلك سنة 68 حتى أن بعض المؤلفين مثل جيل كيبال اعتبر بأن بعض الأشخاص الذين أثروا في التيار في التيار الإسلامي في فرنسا نسب لبعض هذا التأثير أو كثير من هذا التأثير على أساس أنك كنت من أوائل من ذهب إلى هنا وعلى أساس أنه في متمر البرجي في سنة 89 اعتبر أني أول من دعوت للإندماج دعوت الأقلية المسلمة أن تندمج في محيطها لتصنع ثقافة إسلامية فرنسية وأن تعرض تنسى موضوع العودة الذي يشغل المهاجرين هذا بلدكم وينبغي أن تؤسسوا في حياة إسلامية ولا يبني أحدكم بيتاً في الجنوب التونسي ينبغي أن يبني بيته هنا فهذا بلده لكن عندما ذهبت في الأواخر الستينيات لم تكن تفكر كذلك الاندماج كان أمراً خطراً أنت تريد أن تحافظ على كيانك على هويتك بحيث هذا هو الذي كان يشغلني في ذلك الوقت هل ستستبقي مني بريد شيئاً وإلا ستهضمني كما هضمت أجيالاً كثيراً من قبلي كيف قومتها؟ نعم استعمت بالله سبحانه ثم بجماعة التبليغ انضممت إليه وجدت نواتاً في قد أسسها في سنة سابقة جاءت مجموعة باكستانية تنتمي لجماعة التبليغ وأسست نواتاً صغيرة من العمال كانوا يجتمعون في بيت لعامل جزائري اسمه الشيخ عبد القادر في كانزري دبلفيل كان عندهم مسكن حوله إلى مسجد يقومون في نهاية الأسبوع يوم السبت يذهبون يقومون بالدعوة على طريقة جماعة التبليغ تذهب مجموعة تزور وفيهم مجموعة أربع خمسة واحد منهم متكلم يسمه يعني هو الذي يتولى إلقاء البيان يزورون أحياء العمال ويرغبونهم في الصلاة أو يزورون المقاهي حيث يجتمعون حيث يتكدس عمال شمال أفريقا في نهاية الأسبوع يحتسون الخمور في المقاهي فيطلبون من صاحب المقهى إذناً بالحديث إلى هؤلاء ويرغبونهم في الذهاب معهم إلى المسجد هذه هي وأنت جذبت إليهم بهذه الطريقة؟ وأنا ذهبت إليه لا أنا بلغني أن أنهم موجودون أنهم موجودون فذهبت إليهم فوجدتهم يعني وكان لهم تأثير لها فوجدت فيهم يعني الملجأ الملجأ حديقة هكذا واحة في صحراء واحة في صحراء تكون بريس كانت صحراء من الناحية الإسلامية في الحقيقة لم يكن إلا جامع بريس سان كيام هذا الجامع وهو جامع رسمي وكان من جهة أخرى كان هذا المركز لجماعة التبليغ وكانت هناك جمعية أيضاً جمعية طلبة مسلمين أهم في هذه الجمعية كان يترأسها طالب إيراني وفيها مجموعة من الطلبة الإسلاميين من أماكن مختلفة وعدد كبير عدد صغير من الطلبة ولكن أهم عنصر في هذه المجموعة كان وجود بروفسور مشهور وله باع في الدراسات الإسلامية هو الدكتور محمد حميد الله رحمه الله محمد حميد الله وترجم معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية واللغة الألمانية وله عدة كتابات معروفة كان يزورنا ننتميت لهذه الجمعية بحيث مساء السبت عندنا ندوة وأصبحت أنا الكاتب العام لهذه الجمعية الطلبية كان يتينا الدكتور محمد حميد الله ويعطينا الدرس ويوم الأحد وقضيه مع جماعة تبليغ مع جماعة التبليغ كنت تخرج معهم وتعمل وقد جعلوا مني متكلما جعلوا مني شيخ متكلم ترجمة نانسي قنقر